رجب أولاً قبل ما نتحدث عن الإسراء والمعارضة يعني توصينا إيه بشهر رجب يعني آه رجب وإيه اللي يعني صحيح يعني الشهر يعني بيجري بسرعة لكن توصينا بإيه صحيح صحيح هو شهر رجب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فضل رجب آه فضل رجب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا احطبعاً عارفيني أن السنة 12 شهر القرآن قال إن عدات الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم والقرآن اكتفى بهذه الإشارة إن 12 شهر السنة فيها أربع أشهر حرم احنا نعرفهم منين تيجي بقى السنة تقول عشان في ناس النهاردة بتمكن السنة كنا نعرف منين إن شهر رجب شهر من الأشهر والحرم السنة اللي بقينت دا صحيح فجسدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث متواليات ثلاث شهور وربع ورجب الفرد الذي بين جمادة وشعبان فأنا عندي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم دول ثلاث شهور وربع أشهر حرم لما تنظر لذي القعدة هتلاقي بعده شهر حرم لما تيجي تنظر لذي الحجة هتلاقي قبله شهر حرم وبعده شهر حرم لما تيجي تنظر للمحرم هتلاقي قبله شهر حرم لما تيجي تنظر لرجب قبله شهر عادي وبعده شهر عادي عشان كده نبقى الرجب والفرد الذي بين جمادة وشعبان تب نعمل ايه في رجب عشان احيانا في حاجات بتطلع والناس بتعملها يقولك العمرة الرجبية لا العمرة في رجب زي العمرة في شعبان زي العمرة في جمادة زي العمرة في بقية السنة بس العمرة المفضلة اوي اوي العمرة في رمضان دي اللي لها ميزة خاصة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اللي بتلح مع بعضنا وانت دين بالمنزأ بالمنزأ أحد مشاهدين الكرام مرة كلموني قالوا لي يا شيخ رمضان رب انت ببوا دولنا كنت انت راجع انت والدكتور عمر من الحج وبين عليكم وانتوا بتسجيلوا انتوا الاثنين حاليش عاروكم ربنا يزيدكم دولنا دولنا ربنا حلمني ولا حلم الناس كلهم آمين يا رب ومشاهدين الكرام عمرة في رمضان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تعدلوا حجة معي فاللي يعتمر في رمضان كأنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام عدا رمضان الأمر كنتها في السنة زي بعضها أمال إيه يتسم يختص برجب رجب شهر من الأشهر الحرم طب إيه هي الأفضلية الأشهر الحرم رقم واحد القرآن قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم تظلمش نفسك تظلمش غيرك ده شهر حرام ده العرب العرب في الجاهلية ما كانش لسه الإسلام جاه كانوا يقدسوا شهر رجب كانوا يعظموا شهر رجب عشان كده حتى الآن منقول عليه شهر رجب المعظم كانوا يعظموه ويسمى الأصم عشان العرب في الجاهلية ما كانش يتسمع صوت السيوف بتاعتهم فهل من المعقول أن احنا أمة ملتزمة وجالنا شرع من ربنا ونسمع الناس بتتخانئ في الرجب الناس تموت بعضها في الرجب الناس يقتلوا بعضها بعضا في الرجب إذا كان العرب اللي ما كانش ساعتها جات لهم رسالة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيحترم رجب كان بيحترم رجب فالشهر الحرام رقم واحد يحترم لأنه شهر حرام فلا تظلموا فيهن أنفسكم ترجمة نانسي قنقر